اهلا بكم الى موجة الاحداث الوطنية على قناة الحذف الافريقي وقع مكتب الصرف والمعهد الملكي لثقافة الامازيغية امس ثلاثاء بالرباط اتفاقية الشراكة تحدد مجالات وطرق التعاون فيما يتعلق بالتكوين وتعزيز الكفاءات والدعم التقنيي لازم من اجل ادماج لغة الامازيغية بالمكتب شكلت السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين المغرب واليابان محور اشغال منتده انعقد يوم ثلاثاء بالدار البيضاء تحت شعار المغرب واليابان التعاون الاقتصادي يحتل مكانة بارزة انعقد مؤخرا بمسرح محمد الخامس بالرباط الجمع العام التأسيسي لجمعية تنموية اطلق عليها اسم منتدى كفاءات اقليم تونات بمبادرة من مجموعة من الاتر والكفاءات المنحدرة من اقليم تونات والمقيمة بالمغرب ودول اوروبية وكندا فدت ادارة السجن المحلي رأس الماء بفاس بان سجينا اقدم على الانتحار صباح امس الاربعاء وكان معتقلا بهذه المؤسسة ومحكوما عليه على خلفية قانون مكافحة الارهاب واوضح بلاغ للمؤسسة السجنية ان المعنى بالامر اقدم على الانتحار باستخدام قطعة قماش قام بانتزاعها من ملابسه وربطها الى نافذة الغرفة شكل موضوع الصوير غدا اي فرص لشركات نشئة محور تدريب نظم نهاية الاسبوع الماضي بمدينة الرياح بمشاركة شباب وفاعلين محليين وممثلي المجتمع المدني بهذا الخبر جاء نأتي الى نهاية الموجز شكرا على المتابعة إلى اللقاء